وختمنا القصة بتاعتك في الكتاب بالمقولة الجميلة دي إزاي البليف بتاعك أو الإمام بتاعك ممكن تقدر تخليه يوصل لإنر سترينك عشان تشاين ثرو يو احكينا كده عن المقولة الجميلة دي هذه أنا حربطها في بداية كلامنا الجميل مع بعض اليوم لما سألتيني عن الشاف وقلتلك هو إيمان لما الواحد يكون عنده إيمان راسخ في شيء معين في هدف أكبر بكثير منه أكبر من المكان اللي هو عايش فيه أكبر من الدنيا شيء متعلق بشيء أكبر من كثير من كل الأشياء هذه بتكون عنده شعلة دائمة جواته هذه الشعلة it's the shining through it's what makes us see اللي بتخلينا من جد نلمع من جوه البرة بتخلينا وبتضوي طريقنا الإيمان بأنه فكرة إعمار الأرض أنا اليوم على هذه الأرض مو عشان أكون عدد زي الأعداد اللي هي إحنا وصلنا فوق السبع مليار هو عدد من السبع المليار هذه ولكن عنده إيمان بإعمار هذه الأرض حول الله تعالى فكرة متعلقة برب العالمين أنا أبغى أعمر الأرض أبغى أكون واحدة من خلفاء الله في الأرض إن يعمرها بحول الله تعالى عشان نحط فيها خير وننشر فيها خير وسط كل شيء إحنا فيه وإحنا قاعدين نسويه أو قاعدين يسير حولنا فيه خير والخير ما نقول إنه آر بالله فكر في الخير لأ إحنا نكون الخير إحنا نبدأ نكون الخير and that shines through us and makes us shine and makes our belief even stronger and makes life prettier and more joyable خلي في الحياة معنا ولي حياتنا معنا وما في أحلى من إنه إحنا نعيش حياتنا بمعنى ولي هدف ولي سبب ولي وجود ما ناخد يوم بيومه وبس خلاص نعم في أكتر من كده بكتير بس يا ستي رائع جميل يعني فلنكون الفسيلة اللي نبضل دايما مثمرة طول ما إحنا ماشيين في الطريق ولو أثرنا على شخص واحد أو شخصين أو عشد أشخاص فإذن الأمر يستحق